موسيقى 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 مين جيتونا عمينتو انتو امو لا امو لا على قول الشاعر يقول يقول كل من اخذ البلاد بدون حرب يهون علي تسليم البلادي هي بيستموا عليكم على على امركم مطيتو حقكم سونا الشكل مطتو ضحايا ملطتو ابن ملطتو بن عام ملطتو شاب ليطلع بالعالم ما لو يدور المستقبل اليه والاجيال والعائلتين ليش المربوح شنو السبب شنو اللي يسوها والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 والله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عمي القناة اشتركوا في 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 القناة من تبعد تقود بلد لا تخلي واحد يخسأ سويك مثل الجندي ما يشطرين جلعة بيك عيب لك عيب استحوا شويه اخجلوا هجل ماكو مستحه ماكو هذا البلد ما لكم اتدمر لا تبلير لا كهرباء كل شو ماكو ما لكم خجل لكن مرة مرة طلعت بالتلفزيون مرة مواطنة عادية طلعت بالتلفزيون قالتاني منروح تجيراني منروح تجيراني وشوف عدهم براض حلوة وبيت نظيفوا حلو بيتهم اغار يموتوا دا طلعون بره ودا شوفون الدول الحلوة والمرتبة والسينة ما تخارون ما تستحون ما تقولوا ما هي المرة والا يشرف منكم ما هي دستيلة بالدولة احسن منكم اتبا تستحون ما تخجلون منو تشوفوا البلد انظف منكم واحسن منكم وارتب منكم والتطوير بالدراسة وبكل شي يا اكلواتكم يا ويقلع الكلاو الدستور يا دستور هو شنو الدستور نبدي البنود الدستور انتو ملتزمين بالدستور بيك انتو ملتزمين؟ دلتزموا بالدستور يلا تحجواهم بالدستور والتجميل الدستور يقول ما يصير واحد يستلم منصب وعنده جنسية ثانية ومو هذا الدستور انت 원 questionable عندكم جناسي تانا ونت مو عد تجنسية بريطانية وكلا و Hyung descriptions من التجميل بالدستور زين الدستور مو يقول الحزم اللي عنده أكتلة سياسية ما يصير عد مسلحين جناح مسلح انتم وعدكم اجنحة مسلحة كلكم عادكم اجنحة مسلحة يا دستور بدل الدستور المهم انتم تتبدلون لان انتم ما تلتزمون بالدستور حتى لو سوون دستور جديد انتم ما تلتزمون بالدستور انتم ناس وللشوارع ضايحين مسربتين زياد لان تخلون العراق تكتل قدامكم ولا تديرهم بال ولا كأنه مغزوذين ذي كمرة حكت البحرين والبحرين حيشون مثل البحرين تقدرون تحيشون مثل البحرين ما تقدرون انتم ناس مرتزقين انتم ناس جنتوا تغسلون مماعين بالدول انتم ناس ما تخجلون ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 مظاهرات كما ترون عادل عبد المهدي طلع قال أني مرة حرمي بالرصاص ومنطي نحن مطالب من الأمم المتحدة بأنه يديرعون المتظاهرين لكن اليوم خالف مثل ما خالف يوم واحد بشار واثنين بشار من أكتوبر فهي المخالفات غير مقبولة أعطينا شهداء أنا هسا جاني خبر مرة ماتت مرة شلتها وخرتها من الأخطة الإمامي قالت أني ابني ورجلي شهيد نعتقد هي نفسها كيف تشهدت هسا فكافي ضرب وكافي انقلاب رح يصير وحكومة رح تصير مدنية ورح نتخلص من أحزاب ونتخلص من إيران ونتخلص من أمريكا ونتخلص من كل شيء اسمه غير عراقي حرب الكويت أربع مليارات دولار مطلوبين هسا الحرب الكويت صار لنا احنا ثلاث سنوات خلال سنة عاد لو بس مليون يطلع لي عادل عبد المهدي يقول بأنه هون يروزع رواته إذا هو واقع ثلاث مليارات بس للكويت ما عدا السعودية وما عدا أمريكا وما عدا بريطانيا وما عدا الدول الجوار كلها منين تطلع هاي الفوسي عادل نحتاش مسنين يطلعون يطالبون حفوقهم الامر الماس دول جديد ناتون نغ طريقة قائر ترجم الناس دول للا نحتي حتشة لا تhnlich ور طين الرطين وما هي تكBIزة لاях قرطون ن thyroid قرطون نiele أحنا ً الناس القائد قائد راقم عام نت sun نت اشتركوا في القناة 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 لا حقوق ولا أول أسعة عد الراتب وهي لا قطعة أرض أروح وقل لي ماكو فلوس المكان قاع ماكو قل أبابو يعني شرفك هسا لو جلسة من جلسات ما يقررون الامتيازات الألوم يقرروها لو ما قرروها نفس الجلسة يقررون لكن هاي مال شهيد اللي يخلىهم قاعدين على الكراسي قاعدين على الي PAL السلد والجسل بالصبات وما غير نقدر نعبر وبالتالي بكت الربع يجون التيار الصدر حتى بعد ما جاي بكت ورا صرات الجمعة نجي إن شاء الله نطع وما نطع من الساحة لن تسقيط النظام ونأخذ حقنا وكل إحنا صباحين يعني جاينا نخفص حقنا ما جاي لنا نداع ولا نضرب أي واحد وما جاي ضربون بنا حتى وصلوا ثلاثة ميتينية إن شاء الله نظل على الاحتصام إذ حيل الله ونأخذ حقنا إلا تسقيط النظام إن شاء الله ما نرجع لي بيودنا لنسقيط النظام لأخذ حقنا لازمك فرص للعالم تشتغلك وتعينات يفتحون مدارس بها حظ مدارس بها حظ مفتاح فهم أضل يومية على نفس الحال نفس المواقع الشغل بدأ ضربونا مسيل الدموع وما بتاعي لضوجونا حين يعني ضربونا جيدا سدها وصفات علينا هو بس مسيل الدموع الشغل شكرا جيدا 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 عندنا ناس ماتت عندنا ناس مظلومة يعني احنا شلو ننسحب هيتي نروح نرجع هيتي حتى لو يرمون مسيل الدموع هاي سبابنا ما شاء الله الله يخليهم ويتكاثرون يوم على يوم وان شاء الله ما سوري والله يعني كل شي يعني عنف باع عرصة تشوف هاي تشوف تشوف تصور هذا المسيل الدموع حتى تصدق العالم صعدين فوق يمضحين بروحهم يعني اذا ناس السحبت على قاتل ولد اذا الناس السحبت هذولا يروحون بالرسلية يصعدون لهم وان شاء الله قاعدين وصاندين هنا احنا من البارحة بالسبعة الصبح احنا هنا ومن الروم اهلنا نصحة عبر الجسر ونصحة هنا وان شاء الله من التنازل 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 من دموحين يعني ما تربينا لا تربينا بالملاعة ولا تربينا بكل شيء تربينا بالضيم وشو قيتمردتونا شو قيتمل وطراتنا انه احنا هول الناس في دعيني لهذا الوطن يا اخي حقوقنا انا اللي داحتيلك هني خريج انا طالب كلية يعني اذا ما عندك قصد كذام اليون ما ادرس انا اليوم اتخرجي اش قد صربت اش قد تعبت اش قد عانيت محد ما يقدر هذا الوضع محد ما يعينك محد ما يوكلك محد ما يشربت اليوم خاروجي خاروجي الوضع في مازق وضع العراق في مازق يعني التبديل النظام السياسي بالعراق وتبديل الحكومة هو وضع دستور جديد يعني الدستور اللي حالي هو بفقرات تختم الشعب ما جاي يطبقوها احنا خلص دولة التقلي بيننا وبين الدولة انتهت خلص مظاهراتنا اليوم سلمية وباشر سلمية وللنهاية سلمية وسالة دمان وتبقى سلمية ما ننجرح احنا شعب واعا ما ننجرح احنا بدونا ان شاء الله نثبت ثورتنا ونثبت مسيرنا السلمي وان شاء الله يا رب ما يروح حقنا مطالب يجب قلعة هذا النظام البرلماني يجب قلعة يجب تبديله النظام رئاسي هو هذا النظام اللي يخلص العراق من دول الشراغ ويجب محاكمة الكتل محاكمة ومحاكمة عسكرية أمام الملأ لأنهم خراب الملأ صور رحم الله وردك صور نريد هذا النظام نظام رئاسي بعد هذا النظام البرلماني هذا جمر العراق يطالبون في دولة مدنية وفصل الدين عن السياسة لا تعينات ولا رواسط ولا الريد أي شيء نحن الريد تغيير الحكم كله جدريا وإنها تحتينها ما عدنا وإنها فطلان الحركات اللي يحطيني إياهمها جماعة الخرسان هناك جوك يعني هساني بالمئتين جريح ووتين شهداء بالإضافة لبنية ناشقة استشهدتها سب المستشي وين سميها بالموضوع ماين سميها بالموضوع ماكو أي سلمية هم نزلوا ويانا حتى يحظون على مراد نصن هذا حجي كل هذا حجي يالي ينخي النهار أخوي اشتركوا في القناة 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 طبعا اليوم مثل ما اشيب حضرتك مركز حماية الصحفيات العراقية تشارك ابناء شعب المتظاهرين بالفظاهر وكذلك بالاسقافات الاولية اي ممسد يقدر يصلع افنا طالب متغييرهم الريد تسعان الى سلطة القفل ناس يستخدم ناس ومارية حم العراق الريد عراقيين اخي مريد ناس يجب من خارج الفدود وستيجرات وتصدد الى سلطة القفل نرفض مفض قاطر اسم ضغبيات العراق ومسل الشعب العراقي نرفض وجود هؤلاء في سلطة القفل اي ورود يستخدمونها فيها ستخدمونها بالغاز في كل الجموع اليوم الدينة تنطر احنا مطال اين بطل احنا يوم طال اين دا ندافع عن حقوقنا اللي يتنهبت اموالنا وثرواتنا اللي ينشرحت ما دول مؤهل لادارة حكومة لادارة بلد اليوم هما ما عدوا شعور في الوطنية ما عدوا شعور في الانتماء للعراق كيف يخدمون العراق احنا اريد ناس وطنين يصعدون يديرون هذا البلد البلد اتدمر انسرق النهب سافر ملينة اول شي احنا طالعين اطلق بالحقوق لي انا ابني امويد 2001 احنا طالعين انا الوحيدة نموي لا عندي لا اخوان ولا اخوات نجي يضربونا هنا رجال اش كبرى اش عرضا يضربوه ليش يعني ش رايدي يمنعسكم ش رايدي ينظرها العلم العراقي ش تريدون تريدون نطلع من هالبلس اخذوا الجنسية وخلي اي دولة تستقبلنا لجوع حيواني انساني هاي بياضة من التسعة ونصف محسورة ان احنا جواب الخضراء يرمون علينا ونختل بالبيوت لكم شم سوي لكم الله اكبر على رأسكم انا اطلع ابني اطلع للمبار والفلودة ساعة بالخمسة الصبح على مدع عشر دالاف على مدعيش اهلي لكم بهذا يا ذلد ابني عبرها بساعة سنة تطلع من الخمسة الصبح لكم من اللي يرضاها يا اصحاب غيران لكم والله تماعزكم غيران طالعوا اي مريكم يريد بسقاط النظار يتضرب خنابل مفيلة جبوع وهي احد الطلقات اللي يمبربت اللي انا حطرتها بالوردة هوا هاي سلمية مالتهم؟ هاي سلمية هوا؟ هاي سلمية بالموضوع هاي سلمية؟ هاي سلمية؟ هاي؟ نجاين سلمين هاي وفدت احنا بساعة شعب غزة مشايل غار الوردة والعلم هاي سلمية؟ هاي سلمية؟ رحلة الماخجرات حدثنا ه Umayy ، موسيقى موسيقى